السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسحا دايما يا رب فيديو جديد بيذن الله فيديو غريب من نوعه او هتستغربوا على المنظر انتوا شايفينه ده بس دي حاجة اوماشة عندي كانت قديمة او في الكراكيبل بتاعة الخياطة اللي عندي في المحل فقلت استغلها دي اوماشة لكرة زي طرحة بزنة كانت باية من اوماش وانا استعملتها فترة كطرحة وبعد كده ايه اتراكنت فاحنا انها هنشغلها وهنطلع منها حاجة كويسة جدا هتنفعنا وتنفع ناس كتير جدا وتممكن تبقى تخليها مشروع من بوايل وماش لو جبتيها من السوق تمام? اه دي كده احنا الطرحة دي احنا هنطبقها بالنص كده فيها ديوية تلاتة وخمسين او خمسة وخمسين سنتي وطولها عشان هنطبقها بالنص دي طولها كده مترين فنطبقها على تهاية ايه متر فاحنا اللي هنستعمله بس خمسين سنتي في العرض بتاعها زي ما هو تمام? المربع دوان احنا هنقصه بس مش دلوقتي تمام? الباقي دوان برضو هستعمله مش هرميه اه وانا في الاخر الفيديو برضو هوريكم لانا عملت كزا حاجة من القماشة دي وهيبلوكو عشان ما يقولوا ما تقولوش ان القماشة دي طلع كده زي ما بيقولو كده من بقى كلب اه لا هي عشان كات مركونا في وسطة قصائص فهي عاملة كده فقلت اوريها لكم اه ابيلكو ازاي من اي حاجة قديمة ممكن تتعميني منها ايه? تمام? احنا بناخد من الناحية المقفولة ودي اللقرة فاحنا بنشوف المطة ازاي بناخد اه عشرين سنتي او اتنين وعشرين سنتي من اول ناحية من المفتوحة من هنا وناخد اه طبعا احنا محددين خمسين سنتي للطول اللي هو من الجهة التانية من الناحية المفتوحة بنوصل العشرين بالخمسين سنتي كده زي ما انتم شايفين بنزود ازا كان هنزود مسافة الخياطة او مش هنزودي براحتك فانا عشان ما لاخبطكوش انا قصة المربع المربع دوان خمسين في العرض بتاعي القماشة اللي هو خمسة وخمسين او تلاتة وخمسين ممكن برضو لو عندك اه خمسين في خمسين يبقى برضو شغالة مش مش وحشة برضو كويسة شوف النقطة اللي هي بتاعت الخمسين اللي من تحت دي بندقطة اللي هي بتاعت العشرين هنعملها كده زي مسلس عشان هنقصها تمام الفكرة دي انا على فكرة عملية جدا والتربوء او اللي هي البندلات السوري بتتعامل منها غالية اه برا في لما بتتبعها جهزة انت هي مش الغالية او مش الفكرة ان هي غالية ولا رخيصة الفكرة اللي انت حاجة بتعمليها بيديك وبتستغليه اي قماش عندك اه فضلات قماش او حتة قليلة بقية من قصة اي حاجة تمام فاحنا كده بصوا قصينا اه كده على هيئة المثلس عندي الزاوية اللي تحت دي خالص بين الدهب دوران بسيط كده بنتلع بتاع اتنين سنتي دي كله هيروح في او في التانية من تحت تمام ده المفروض بقى انا بتني الاول الحرف اللي هو اه اللي عندي العشرين سنتي اه بس قلت لأ مش دلوقتي هخلص برضو قطعتين الباقيين دول انا هاخد منهم قطعة واحدة ممكن اللي عايز يستغل القطعتين يستغل انا هعمل بقى البندانة اللي هي اه بتتحطي تحت التربو ده تمام هي كده اه الباقية دي في حدود برضو ايه خمسين او اقلي من خمسين المهم يكون عرض البندانة دي عشرين سنتي متطبعة تمام بناخده الطول اللي انا عايزاه كده واخدابتها خمسة وعشرين سنتي بس بعد ما بتني مسافة خمسة سنتي او ستة سنتي لجوه كده عشان دي اللي هتبقى اللي بيناه من عند الرأس من فوق تمام ياريت اللي وصل معالغة دلوقتي ياريت ما ينسلاش في اللايك وشيو السبسكراب عشان يوصل له كل جديد بازن الله وحاجات دي هتهم كل المبتديين وكل اللي عايز يعمل مشروع ممكن بدل ما يجيب حاجة زي كده فضلات عنده ممكن يجي روحوا السوق ويشوف اصائيس هو طبعا اللي بيخيط فقدره ان هو المقاس ده وان يبقى حدث قد ايه وهيلاقي كتير جدا وتبقى ممكن يبقى مشروع ومشروع كويس جدا طبعا انا قلبت القماش على الضهر عشان اخيطه ممكن الحتة الترفي ده اللي احنا بنخيطه عند العشرين سنتو والترفي اللي تحت ممكن اتنيه الاول وبعد كده اخيط الجنبي ده طبعا القماش ده عايز الحاجات الجهزة لزي دي عايز مكاية القرلية فطبعا احنا ايه مش هيعطرنا اي حاجة فانا طبعا بعملها بالاوفر اي ان كان الاوفر اللي عندي ابيض او اسود بعمله اوفر وبعد كده من تحت دي طبعا انا بعملها ليا انا تمام فمش شرط ان انا ايه وهاعملها في البيت ان انا او في المحل ان انا هلبسها بدل الطرحة بتبقى لفة على الرأب او الرأس فانا بتنهم من غير ما اعملها اوفر ليه اولا ده ما بينسلش زايد ان انا اعملها من غير اوفر عشان لو اتقلبت من على الطرف كده ما يبانش اوفر بتاعها ابيض او اسود بالذات لما يكون لون مختلف تمام والقماش دي فعلا ما بتنسلش زي ما انتم شايفين لا نسلت ولا وبرت ولا عمت اي حاجة اكتر من الشكل ده ان هي ممكن تتكوى به وتبقى زي الفل ان شاء الله فطبعا انا بتني من تحت وبتني من فوق كده زا ما انتم شايفين تانية عريضة شوية على قد صابع عشان تبقى مسكة على الرأس من فوق ودايما خلي الخياطة بتحتك بتبقى على طرف القماش مش تبقى على طرف الحرف بتاعي اللي احنا لا التانية اللي انا بتنها من جوة خلي الخياطة على طرف التانية اللي من جوة طبعا احنا خلصناها ولازم برضك من ضمن تشطيبك النضيف لازم اه اي فتة اللي طلع اه برزع عن الخياطة لازم تشطى بيها وتقساصيها او البول ده احنا خلصنا هو زي ما اطلوك الطرف من فوق بالمنظر ده ودلوقتي احنا اه هنعمل بقى البندانة اللي هي بتلبي استحت منها انا لبستها قدامكم في اخر الفيديو هوريها لكم شكلها جميل جدا في اللبس وعملية بصراحة سواء في الشتا بتدفي وسواء في البيت بتسطر برضو كننتي لو جلبيت السبيل ولا حاجة تكوني لبسها او بصم البلكونة وفي الشتا انا بلبسها بصراحة تحت الطرحة وانا في المحل فعايز اقولوك نهي عملية لأقصى حدود يعني اه تمام انا خلص كده البندانة كمان تانيتها من الجنب الاول وبعد كده هدبس عشان اصابة زبط التانية تكون كلها متساوية عشان لو مش متساوية هتيجي وانتي لبساها هتبقى على الطرف كده المتني هيبقى فيه لوحة بسيطة انا جربتها فعشان كده بقولوكوا لأ لازم تدبسوها الاول بايه ده بابيس في طريقة تانية ان انتي ممكن قبل ما تدنيها كده اه من الخيطة من الجنب قبل ما تقفليها بتدني التانية اللي انا عملتها ديا بتزبطيها وتخيطيها وبعد كده بتقفلها من الجنب بس الطريقة دي ينفع والطريقة دي تنفع بس الطريقة اللي انا بعملها ديا تشطيبها بتبقى احسن عشان بيبقى الخيطة مش بينها اي نعمل الخيطة بتبقى من وراء على من خلف الراس بس بردو تشطيبها ايا كان عشان تبقيني لو هتعملها مشروع يبقى تشطيبك نضيف وكويس وتبعا في الاول مش لازم على فكرة مكهة القرلية انتي ممكن تعملي بالمكرة العادية وتتنيها كده بس تريحي الابرة وتريحي القماش معاكي اللقرة عايزة تريحي الايد وانتي بتخيطي زي ما انتم شايفين كده انا باخدها بالروحة خالص لا بشدي لفوق لا تحتلل لتنين لقرة فمش محتاجين لانتي تشدي خالص تمام طبعا انا بديها الخيطة الاخرانية اللي هي من تحت كده اهي زي ما انتم شايفين كده وهي ده بيمكن تعمل او ما تعملوش ده براحتي خالص انا طبعا مش عاملها اوفر دي عشان دي بتاعتي انا الشخصية اورهارك وانا لابساها وشكلها بصراحة جميل جدا ادواتي خلصتك الاول اه بندانات اللي هي السوري ودي شكلها هو وانا لابساها ووسع ازاي وجميلة جدا في الواسع كمان من عندي من تحت عندي السدر من داريا ومن ورا برضو مش ببينة اي حاجة خالص او ايه رأيكم شكلها جميل ادواتي اوريكم شكل انا عملت منها قزة قطعة زي ما انتم شايفين كده الكحلي والنبيتي تلعت ببندانتين والعسل اللي انا عملها دي يارب يكن قدرت افتكوا وتستفيدوا من الافكار دي كلها من قصائص وتبقى مشروع ليكم وربنا يوفقكم ويوفقنا بازن الله انا مرداش هنزل لكم الفيديو غلما اعمل كزا قطعة بالوان تاني عشان تشوفوا ده كمشروع ازاي حتى يبان علي من تغييري العباية لانا عملتها تاني يوم على طول او بس شفتوا تلات قطعة من الكلام والله كان الحاجات دي مقصوصة عندي وبقالها كتير كتير جدا في القصائص فطبعا الموسم بتاعنا بعد العيد بيبقى خفيف شوية فبطلع عندي بقى الحاجات اللي انا الافكار اللي انا قادر اورها لكم وتقدروا تستفيدوا بيها سواء في حياتكم الشخصية كفي البيت او في كعمل او كمشروع اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته